نرجع لأم تيفي ألايف وبفقرة إن تاون اليوم رح منشوف تنانير من تصميم ميليسا شويرة شقرة أهلا وسهلا فيك زميلي وصديقة ميليسا أول شي بدي أقول لك مبروك سكرتس باي مال هالبراند يلي يمكن بأسبوعين كنتوا بلشتوا هيك تنتشروا بشكل كتير كبير عبر السوشال ميديا من سميع براند رح تضل بس سكرتس أو رح تتطور لشي تاني بنا نعرف كل شي كيف بلشته شو طلعت الفكرة وكل هالأمور هلأ كيف تلعت الفكرة كان بدأ أشتري سكرت وكان الأسعار بالسوق بشكل خيالي غاليين فقررت روح على شي أقل من المحلات اللي كنت أنا دجا أشتري منهم اشتريت طنورة ما كانت كتير يعني رخيصة بس القالية كانت صفر من هون أجتنا الفكرة أنه أعمل تنانير لأنه كمان في لبنان ما كتير في سوق للتنانير يعني شوي محدودين فقررت أنه بلش بالسكرتس وتكون شوي مريحين لأنه نحن كبنات تعودنا على الجينزات كتير ويعني عملتهم شوي بطريقة يكونوا مريحين تلبيسيون كل نهار بس خلينيقول نحنا أكيد رح نشوف صور نحنا وعم نحكي بس خلينيقول أنه هنه يعني سبار شيك متل ما منقول نحنا في سبار شيك في أساس شوي أبيية يعني بمعنى عن جد اشتغلت على الكاليتات تكون كتير منوعة وتناسب مثل ما بيقوله جميع الأزواء بلشنا نشوف الصور نحكي شوي كمان عن القماشات وقدية عم بيكونوا صنعة في لبنان مية بالمية لأنه أنت كتير هامية أنه نكون عم نحكي عن موضوع الصناعة اللبنانية صح لأنه يعني بدل ما أنا شجع الصناعة اللبنانية أول شيء الصناعة اللبنانية هي اللي شجعتني لأن ما كنت متوقعة أنه يكون في عنا هلقات كاليتي مرتبة في لبنان وهلقات كاليتي تقماش وهلقات في نيستاج مرتب يعني هون هيدا تنورة دنتال كلها من فوق وطاحت هلأ أكيد التفاصيل مش كتير مبينين لمون بيقدروا يشوفوهم على إنستاج صح فكتير هيدا هيدا نورتي صح هيدا اللبستي صح هيدا اللبستي هيدا اللبستي هيدا اللبستي فاللي شجعني أدي في عنا كباسيتي باللبنان ممكن عن جد مثل ما بيقولوا نفس فيها أسواء عالمية فمن هيك قررت أنه وتشجعت زيادة وقتها شفت المساطر وهيكي أنه خلص بدي بلج فيها نعم أي قماشات عم تكوني عم تعتمدين لأنه كمان هالتفاصيل كلها لو قد ما شفنا صور أو على التيفي ما كتير من نقدير نعرف صح في من كل القماشات في ساتن في كراب في دنتال في شيفون هيدا السي ثرو شيفون هيدا إتس ماي بس سالر صراحة لأنه بتنلبس فور أفري دي مع سنيكرز مع تي شيرت مع بلايزر وعلى البحر هلأ كمان فيه فيه تنينير للبحر كمان كانوا سوبر أخذوا هيكي متر ضجة نعم أنت عم ترسمين موديلات ميليسا بستوحي وفيه موديلات ايه أنا بعملها سباشالي دي سي ثرو مع القصير يعني للبنات اللي شوي بتحبت البستانورة بس بتحس إنه إجرية شوي كبار عملتلون هيدا الموديل بنسبون يعني هكتوال واقصار من قدامه ميليسا درست صحافة بتشتغلي ماركتينج وغلق صرنا بالتصميم التياب بس بعرف إنه الماركتينج به هالموضوع هو شيء كتير مهم يعني أنتم عوادين تدرسوا الطلب والبيع والأسعار وكل شيء كيف بهالظرف الصعب يعني كان كان الشغل شو اللي تغير شو اللي قدرت هيك تكوني عن جد عم بتحطيه هدف حلا هو لأنه الظرف صعب قررت بلش بهيدا البروجيه بريمان فالي خلي أكيد خبرتي بالماركتينج ديبارتمنتهم بالأم تيفي كتير ساعدتنا صراحة لأنه كتير يعني I know how to deal with customers with clients الفيدباك يعني بيجينا منهم عادة وبعمل فلو اوب على كل شي حتى الافتر سيل سوربس موجود معهم وكل شيء هاي دي جوال لازم شغل طاني ما هي صح جوال صديتي وبتساعدني كتير للبيتش كمان نعم وكمان اللي اللي عملي اللوغو أنا بلشت فريمان فرم سكراتش يعني ما كان عندي كابيتال أخدت شوي من جوزة من أختي من أهلي يعني لبلشت بالبروجيه وفي عندي رفيقي عنده اكزا ديجيتال هو ساعدنا كمان ليعمل للأبياج اللوغو الستيكرز البزنس كاردز وكل شيء يعني حتى بلشنا أول شيء بباكتجينج للهيدا كرافت بايبر هلأ بلشنا نطوير شوي شوي وصرنا عم نستعمل الكيس وهيكي يعني يعني بدجاري بقدمى في معل من سعر التنورة وركز على الكواليتي طبعا صراحة وهيدا يلي عم بيصير فعلا وإذا منشوف الفينيساج توني فينا نفرجة تنورتي لأن أنا كمانا بعمل تنورتي وهيدي كاستومايز وبدنا نحكي كمانا شوي عن الاشياء اللي عم تنعمل على الطلب يعني إذا بدنا نشوف كمانا بباربا هم تشوفوني هيدا التنورة كمان طلبت من ماليسا وعملت هيكاستومايز بكم يوم يعني وشغلي كتير 3-4 تيام قدرنا أنه نكون عم نعمل هالتنورة يلي وحتى ما أخدت إياسات هلأ أنت معقول تطلبي مع ضغري أمنا بثلاثيين يعني أكيد بس اللي بنا نقوله أنه فينا نعمل هيدا الشيء قبل بقى دالة لازم يتلغوه بلشت بالكاستومايز كورتس أكيد قبل بوقت يعني صراحة أنا عندي شوي الضغط هلا سباشالي أنا عم حضر للفول كولكشن يعني كنت مبلش ببروجي مفكرة بدي بيعطة نورتين ثلاثة صرت أنا عم روح أشتري لقماش بروح على المعمل حتى يعني ما كان عندي باكروند على خياطة الكونفكسيون شوي عندي باكراوند بالأوت كوتير لأنه أمو الجوزة هي عندها أتولية وبتخيط أوت كوتير فتعلمت كل شي كيف بمده للتواب والمعمل كتير ساعدني كمان أنا أحلى شي وقت تقولي لي رانيا بدي أصل باترون بعدين هم نرجع ما كنت عارف شو يعني باترون سراحة ما كتابش أنا الصورة كمان هيك بتوضح أنه كم بدي أسألك عن موضوع الولاد إذا منقدر نعمل أو إذا عنديك أورادي لاين للولاد أعملت أورادي لاين فور ماتي ماتي مام ان دوتر وكمان كانوا على بري أوردر يعني هلأ بعد عندك مقطعة بسي الفكرة أنه أنا ما بقص على الطلب يعني أنا بقص لقماشات والديزاينات طبعي وبعرضون وبلش بيعون لكن منقدر نطلب قبل بوقت في عنا لال كمانا اللاين طبع البحورة البحر صح بيتش سكيرت سوپاريوية بالماشة بتختلف ما هيك؟ أكيد القماش طبع البحر بيختلف هدول اللينن كمان درابة الانفلوب كمان شوي هيك بذكرونا بالتيبل الكلاسيك اللي هيك كتير كلاسي ومزوط بس هيك كيف تلبسيها للطنورة يعني حتى على البيج عم حوت تبس مثلا دنتل فيك تلبسيها مع كعب مع إسبادري يعني عم حوت تبس كمان how to wear your skirts يعني وهيك هلأ في قصة كمان كانت العالم عندها concern عليها أن الأسعار كانت كتير مقبولة على البيج حتى واجهت مشكلة أنه أول ما بلشوا يشوفوا الأسعار في حتى أصحابي يعني تنقذوا شوي أنه فكروا الكاليتة مانا كتير مرتبة أنا اللي اشتغلت عليه وقالي لكتير الرباح وعلي بالكاليتة طبعا لقماش لأنه حتى وقت توصل طنورة لعند الكليانت بيحكوني أنه wow the quality ما عم بيصدقوا لأنه عن جد عم بيشتغل على الكاليتة كتير ما منتوقع أنه بهالسعار ممكن ناخد طنورة هالقدي مرتبة مرتبة وفينيساج كمان شغلة كتير مهمة ولقماشة اللي بيعرفوا بالخياطة مية بالمية والقماشة عم بيشتغل أنا عم روح عم نقي يعني أنا شو قماشة هلأ ما كتير تتقاليني أحبات الشيفون وكريب جورجيت ولك أمور يعني روح خلينا نحكي شوية هيك إشي عملية ماليسا كيف يقدروا يتواصلوا معكم الناس عبر البيتش طبعنا وكيف يكون الدفع وكيف يكون الدليفري يعني كل هالأشياء أنا عيدليفر أول أوفر لبنان ببيروت إذا القطع الجهزة I can deliver the next day بينما كل المناطق البعيدة شمال جنوب آع جبل منوصل كل خميس وكل جمعة والإتس كاش اندليفري بس تستليم الطنورة وباللبنان باللبنان أكيد وعند الإكسجينج بوليسي موجودة كمان إذا زبونا محبة فيها تبديل أكيد بس مش ريفوند لأنه سراحة أنا إلي شهر مبلشي أول ما بلشت عم إلي كانوا يتنقذوا قال إنه طب إذا ما عجبتنا الطنورة بتعملي لنا ريفوند أو هيدا كنت عم إلن إيه بس لهلأ يعني ما عملت ريفوند يمكن إلا لمرة واحدة عم مازا بتي تعييسة وما كان عندي غير إيس كان عنديك مشاكل بالأول يعني في أشياء مثلا ما كنت كتير تعرف فيها تغلبت فيها وبعدين رشاة تعلمت شوية زبط هيدول التنينير الأنفلوب كوجهت مشكلة فيهم إنه حسيت كتير فاتحة من قدام أوكي فضغري أول يعني كنت دجا وصلت أكيد ما هو الباترون هيدا هو الباترون أهم شي الباترون فجرق يعني فتحت شوية طنورة أخذت تنينير منهم ورجع جبت قماش وغيرت لهم الفتحة لهيدا وهلا أكيد بالأصل الجديدة كله زبط زبط وما بخلي حدا زعلين يعني سبشالي الليديز يلي بيشتروا من عندي بعضهم أصدقائي يعني حتى رح يكون فيه أشياء جديدة أو رح نضال بس على تنينير وهيك كيف بدك تضلي تقدر يتجدد كمان ماليسا يعني رح تضلي على الموديلات الكلاسيك أو ممكن يكون فيه أشياء جديدة وإيه رح تضل هلأ بالتنينير لأنه قلتلك أنا ما كان عندك أبيتال كبير يعني الأحد عشية فكرت بالموضوع الأربعة كنت مخلصة مع المعمل وكل شي يعني كنت مخلصة مع المعمل وكل شي يعني كنت مخلصة جديدة فيه قصص جديدة أكيد عم حدي للفورد كولكشن وبعدين للوينتر كولكشن وما فيه كده تخيلي قدي واسع عالم الاتنينير يعني مش يعني بكرة عندك موسم ويدنين يعني ما رح نشوف شيرت بي مال أو شوز بي مال يعني لا هلأ لا يمكن يصير فيه ووردروب بي مال but not for now يعني خليني بحب يعني ديجا مغرومة بين اللي عم بعمله وبحب ركز عليه يعني خليني مفوكسة على ديرت حماسة على هالموضوع على فكرة مع أنه نقلة يعني نقلة إيه بين اختصاصك وبين شغلك وبين هلأ يعني مين وحالك مين ساعدك يعني شو يلي خليك تحب هالقدة القماش والخياطة حماتك هيدا؟ حماتة صراحة مجالة طحية لك طحية هي يعني موديليست وعندها أتولية هي بتخيط لي كنت كلب ساتينة هي أول شي علمتني يعني برمتني معا وقلت لي أنه مثلا هاي دي بوبلين هاي دي كراب هاي دي فراري لقماشي هاي ما كنت أفهم بشي يعني وضغري أنا تعلمت يعني تلميزة شاطرة ما ما فيها تقول غير هيك تلميزة شاطرة يا أستاذي شاطرة كمينة الله يخليكو لنا بعض يعني إكزاكت وإنت حبيتها أنا حبيت واللي بحب دغري بيتعلم يعني خلص إذا الشي بتحبيه دغري بيفوت براسك دغري بتعلمي حتى أعادت سهرت إيام بالأتولية يعني ما بحب بيع شي أنا ما بعرف شو هو وما بفهمه يعني ما بحقارف بيعه وإذا الشي منا مقتنع فيه ما بعرف بيعه فأعادت على إيده كيف بيقص الباترون كيف بيمد التوب كيف بيفصيل وحطيت كل شي على البيج عندي يعني عندي هاي لايت اسمه فاكتوري سوفيوني يشوفوا دقاء آذات كيف تنعمل الطنورة شو حلو بدي إليك كود لك ميليسا سكرتس باي ميل أكيد على السوشال ميديا تحديدا على إنستغرام تقدروا تطلبوا وعلى فيسبوك كمانا أونلاين ويعني أنا بس بدي أقول إن الأسعار مش إنه مقبولي يعني مبارح تفاجأنا كنا عم نحكي بالموضوع بعرف كنا قاعدين وعن بتقولي ما عم بربح شي وهيكي نحصل أنا نقولك غلي شوي قلتنا لا 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 ما بدي ما بقدر الوضع ما بيسمح صراحة لأنه الوضع ما بيسمح أنا كرميل الوضع بلشت يعني بيخده مني عارفته ولأصحابك هيك وصارت لكل ناس يستفيدوا كمانا منها الموضوع وميدن لابنون نحن كتير فخورين فيك عم باركي إنس براود لي ميدن لابنون عن جد فعلا هيك وفخورين بكل الأشخاص كمان يلي عم بيشتغلوا معي هيك وراء الكواليس طح ماليسا شويري شقرة أهلا وسهلا فيك مرسي رح ناخد برايك صغيرو مدرشا